تنفيذاً لتوجهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب زيارة سيادته لمحافظة الأسكندرية أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تكفلها بسادات القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الأسكندرية من قاتني مشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بتكلفة إجمالية بلغت نحو أربعة ملايين جنيه المؤسسة الحقيقة وضحت في بيان رسمي لها أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم سعياً لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبيت احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج للإكتفاء والإنتاج